ربما هو أهم حدث يتابع في العالم الآن وهو الانتخابات التركية وإن كان هناك شبخ قناعة عن 90% من الناس حتى داخل أوروبا تغير الشرية التقطية من أن أردوغان سيفوز غدا السؤال هو بكم سيفوز في الغالب لكن بعض ما زال يقولوا بالممكن المعارضة بقيادة أوغلو وكليشدار وكليشدار أوغلو قد تحدث مفاجأة خاصة بدعم آتيها من عدة أطراف بما فيهم الأكرار شخصيا لا أعتقد ذلك وشخصيا أعتقد أن دور الكون ومراحل دور ثاني أساسا هذا كان حد ذاته مفاجأة ربما الكثيرين وبرغم كل المصائب والمشاكل التي أصيبت بها تركيا فإن أعتقد أن الأطراك قد ينتخبون ويساينتخبون غدا على أردوغان وقد تكون نتيجة في اعتقادي بين 53 إلى 55 هناك من يرى أن أردوغان قد يفوز بنسبة أكبر وهناك من يرى أن المعارضة قد تحدث مفاجأة سنرى ذلك ربما هذا الوقت قد يكون الأمور تبينت وبغيب أي كان الفائز سيحدث تغيير هائل ليس فقط على المستوى التركي وإنما على المستوى العالمي إذا جات المعارضة فهذا انقلاب يعني انقلاب حقيقي وكأنهم أسقطوا النظام القائم تماما يعنيهم سيغيرون تقريبا كل شيء إذا استمر أردوغان هذا أيضا عنده تبعات وعنده حسابات خاصة أنه سيكون خمس سنوات الأخيرة لأنه لا يستطيع شيء يترشح مرة أخرى وربما قد يتحرر من بعض الضغوطات اللي خلاته يكون براغماتي أكثر مما يجب خلاته حتى مرات يضع يديه أو هكذا يبررون أنصاره من أن الضغوطات خلاته يضع يده في يد واحد سفاحة المجرم مثل بن زايد أو مثل بن سلمان أو خاصة سيسي أو حتى بشار اللي كان قريب يتلقاه إلى آخرها طبعا العصابة انتعنا أيضا نزعرهم مرتين وماشي الأمور عندهم وبالعكس تركيا الآن دايرة منع لبعض الأحرار وأنا واحد منهم من دخول أراضيها نحن لا نتبنى موقفنا على أمورنا الشخصية لكن القلوب اللي هذه براغماتية زايدة عن اللزوم ومصلحية زايدة عن اللزوم تكاد تتحول إلى أن تصبح الوسيلة أو الغاية برى الوسيلة وهذا ليس من منطق أصحاب الأخلاق خاصة إذا كان الإنسان يدعي أنه مسلما عموما لا نشوفه وعندما تتغير هذه عندما فاز في دورة أخرى وتغيرت نشوفه كيف يكون منقف